من المركز الثقافي المصري ببريطانيا تقام الليلة حفل توديع على شرف معالي السفير طارق عادل مع نخبة من اللقاءات مع المصريين المقيمين ببريطانيا ابقوا معنا مع طارق حشيج ابقوا معنا من المركز الثقافي المصري ببريطانيا ويقام الليلة احتفال على شرف معالي السفير طارق عادل بينهاء مهمته في بريطانيا معنا حبيبنا وأبونا كلنا جاء القبر لجميع المصريين مش بس في بريطانيا بل في أوروبا الحاج مصطفى رجب حاج مصطفى أهلا بيك وبكل المشاهدين الحقيقة النهاردة كان عرس جميل في وداع أو شكر بلاشك المدولاع سعد السفير طارق عادل اللي هو كان بيهدي فترة عمله في بريطانيا في وقت من أصعب الأوقات اللي ممكن أي سفير يعدي بيها عشان وبقى الكورونا طبعا وبقى الكورونا كان عائق كبير في آآ ان الكميونيتي أو الجالية المصرية يكون فيه شغل مع السفارة بالنسبة لها لان كان بقى عجلة كتير ممنوعة انما في وسط هذا الحرج سعد السفير قدر ان هو يحسن كتير جدا من العلاقات بين مصر وبريطانيا طبعا كلنا عارفين العلاقات ما كانش قد كده بعد الطيارة لوعت ومنع الطياران القرار الخاطئ بتاع بريطانيا إنما هو اجتهد وعمل شغل بيه جدا في هذا المجال وبعدين ما ننزل هذا ايه حاجة مصفة؟ يعني ايه الانجازات او ايه الخطوات اللي تبعها عالي السفير طارق عادل لتحسين العلاقات المصرية وبريطانية؟ طبعا زي ما بقول اول حاجة اعادة التوران الى شرم الشيخ ده انجاز كبير جدا وتم بعد مجهود كبير تحسين العلاقات بين مصر وبريطانيا لأن طبعا البلاد بتتخذ مواقف احيانا ليس داعي لها وانما مواقف سياسية وبعدين لما جينا فاتت الكورونا نفسها والعالقين بعد ما منعتران كله بقى من السفر كان فيه عالقين هنا كتير السفارة مع الخنصلية مع الكميونيتي بزلوا مجهود كبير جدا في انهم يحلوا مشكلة العالقين في العودة الى بلادهم الحمد لله عدد كبير جدا رجع لمصر بسلام ففيه حاجات كبيرة جدا تم انجازها بجانب تحسين العلاقات بجانب العالقين انما بالنسبة للانجازات الاخرى فهو طبعا خلال فترة اقامته ببريطانيا من 20 سنة ادر ان هو يفهم المجتمع البريطاني ادر ان هو يفهم مشكله ويتعامل معاه ازاي ودي كان ادفانتج كبيرة جدا عن اي سفير تاني لانه يعتبر من اهل البلد علاقاته مع الخارجية البريطانية استقبال المالكة له لحظة وصوله كان استقبال جميل جدا علشان كده النهاردة الجالية جاية بتقوله شكرا وبيتمنى له كل التوفيق ان شاء الله وانا بتوقع ان انا في يوم الايام اشوفه وزير خارجية ان شاء الله طبعا هو كان سعيد جدا بهذا اللقاء وكلنا شفنا السعادة كلنا شفنا اعضاء الكائنات الموجودة ببريطانيا سواء كانت جامعية الاطباء جامعية الجالية المصرية جامعية الجالية النوبية كل الكائنات اللي في لندن شاركت النهاردة فده كت حاج جميلة بتباين التضامن والتعاون والتنصيق بين التجامعات المصرية الموجودة في لندن بالذات طبعا الاخوة اللي بري لندن كان صعب عليهم ييجوا النهاردة علشان بكرة يوم عمل ومسافات طويلة مش ممكن واحد عيجي من جلاسجو النهاردة علشان يرجع بكرة للشغل فده كان عائق طبعا بس ده هو المعادل اللي ساعة السفير قدر يعمله لان فترة عمله وانتهت خلاص بنشكر جدا وبنتمنى له التوفيق وبنشكر كل الناس الحلوة اللي كانت موجودة هنا النهاردة وكان منهم مجموعة كبيرة من الناس اللي سفرت معانا لسكوتلندا للترحيب بسد الرئيس وعانوا معاناة ما بعدها معاناة سواء ساعة السفر او الجو او المعاناة اللي قضوها هناك انما كان كل ده من قلب جميل وبسعادة وبرضة انهم بيعملوا حاجة ليستقبلوا رئيسهم للسبال المشرف اللي يليخ به ويبعاتوا رسالة للعالم ان احنا هنا بنتضامن مع البلد ان احنا هنا مع البلد احنا في ظهركم احنا معاكم دي اجمل رسالة ممكن نبعاتها لأهلنا والمؤسسات الرسمية والمؤسسة الدبلوماسية في مصر بنستكمل لقاءاتنا ونتشرف بمعرفة حضرتك دكتور راشا كمال الملحظ ثقافي بمركز ثقافي المصري بلندن دكتور راشا اهلو سهلا بحضرتك منشكل جدا على جميع المجداد قبل اي سؤال او اي قبل من رتد اللقاء شكرا جزيلا بنيابقنا عن جميع الجانية المصرية او جميع الخضرين والنهاردة على كل مجموطاتكم الواضحة ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ان شاء الله وبإذن الله العلاقات المصرية البريطانية مؤخرا اي رأيك في العلاقات المصرية البريطانية وكيف تطورت خلال تلسيني الاخارة رغم ان كان فيه قومت ورغم ان كان فيه كورونا ومشاكل كتيرة كان في الفترة الاخيرة اه طبعا يعني انا حظي يعني سيء وفي نفس الوقت حلو الحمد لله سيء طبعا ان انا لسه بقالي عشرة ايام وصلت طبعا لندن الحمد لله السلامة الله يسلمك يا فاندن فطبعا ما كانش لقي نصيب كويس ان انا طبعا اعمل مع سعادة السفير طريق بعادل لكن طبعا ما سمعت وعن دعمه للطلاق في فترة الكورونا دي كان حاجة قوية جدا ودعمه للمكتب في هزي الفترة الحرجة اللي الطلبة طبعا يعني بعض الجماعات ما قدرتش طبعا هي تقدم بلان بي او استراتيجية بديلة في ظل الكورونا لكن هو كان بيدعم الطالب مشاكلهم مع الجماعات بشكل كبير جدا وكان بيدعم المكتب في طبعا تواصله مع الطلاب طبعا الجميل في الآخر ثلاث سنوات الانفتاح غير عادي اقام بي معالي وزير التعليم العالي والبحث العامي في شراكات متميزة مع المملكة المتاحبة وده طبعا بوجود يعني احنا عرفين كويس جدا ان فيه اتنين افرع لجماعات اجنبية جماعات انجليزية زي جامعة كوفنتري وجامعة هيرتشول ويتش ايز يعني جريت ان احنا قدرنا نعمل ده فيه اخر الثلاث سنوات وطبعا فيه بزبط سيجريت اتشوفمنت ان احنا يبقى فيه استثمار لتعليم البريطاني في مصر وشراكات مصرية بريطانية في مجال التعليم والبحث العامي وإحنا طبعا بصدد مع جامعة براتفورد وجامعات اخرى كثيرة ان احنا نعمل وتعاون ما بين الجامعات المصرية والجامعات الانجليزية وإحنا بيكم طبعا النهاردة شرفتونا في المركز ثقافي شرفلينا مكانكم وإحنا سعداء طبعا ان المركز استضاف حفل تكريم مع علي السفير وإن شاء الله بإذن الله المكتب في المرحلة القادمة يقدم لكم بعض الفعاليات الثقافية المحترمة اللي تروج الثقافة المصرية بشكل يليق بمكانة جمهورية مصر العربية بشكل جزير طبعا استفير طريق عادل تحدث يعني إذن الصراحة يتغلب على تحدث كثيرة جدا واللي تم في العلاقات المصرية البرطنية في الفترة الأخيرة ده إنجاز في ظل الكورونا الأعداد حتى المبعوثين تعتبر يوكي نومبر ون من أعداد الممتعسين المصريين للدراسة فيها وما قالتش برغم الكورونا وإحنا بنشهد حوالي 60% من أعداد المبتعسين خارج مصر بيكون من نصيب يوكي وده إنما بيثمن العلاقات المصرية البريطانية القوية جدا إن شاء الله في المستقبل ندعم زيادة من هذه العلاقات تخفضت أكتر من الجماعات لطلبنا الأعزاء دعم لطلبنا في مشاكلهم تيسير الإجراءات بالنسبة لهم فتح قنوات تواصل معاهم مختلفة متعددة وده برعاية طبعا سعاد السفير ورئيس البعثة ومعالي وزير التعليم العلي البحثة لأنه دي تعليماته لنا وتعليمات قطاع الشؤون ثقافية والبعثات إن إحنا ننسر على الطلاب في كل الإجراءات الخاصة بالتعاس والإفاد والأجازات الدراسية فإحنا طبعا إن شاء الله للفترة القادمة نعمل إن شاء الله إنجازات في هذا الملف بالإضافة إلى فتح أفرع لجماعات برينتانية كتير في مصر بالإضافة إلى شراكات على مستوى البرامج وتبادل الأساتزة والنابغين والعالمين شكرا جزيلا لقد سمنا لكل توفيق وكل نجاح إن شاء الله وكملا نتمنى كل توفيق ونجاح لمعالي السياسة السفية طارق عادل أيها أملادي صغر أملادي الخر أملادي صغر أملادي 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 صغر أملادي الخر أملادي صغر أملادي ونع على الرباب بغاني مملو شغير شكرا شكرا